أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على خلق الله. اليوم هنتناول شابتر جديد. شابتر نمبر سري. يتكلم عن الستاتيكس of particles. I will cover the following points. Basic concept definition. Static equilibrium. Conditions for equilibrium. Problem solving. Guide line. Examples. في البداية احنا بنتكلم عن basic concept definition بعض المبادئ الاساسية تعريفها ايه هي الميكانيكا. الميكانيكس يببى فيها حاشتين. فيها الديناميكس وفيها الستاتيكس. الديناميكس علم الديناميكا بيدرس حركة الأجسام ومسبباتها مثل القوة والكتلة. يعني حركة زائد المسبب بتاع الحركة. ده بيهتم بياه. يببى علم بيهتم او بيدرس حركة الأجسام ومسبباتها زي القوة وزي الكتلة. علم الاستادك علم السكون معروف اتريست. الديناميكس علم مين؟ علم الكايناتيكس وعلم الحركة. وعلم كينيماتيكس اللي هو الكينيماتيكا هو علم بيهتم بمين؟ بيهتم بوصف حركة الأجسام دون النظر الى مسبباته. دون النظر الى مسبباته. يببى ده مسببات الحركة. الديناميكس. كينيماتيكس يببى يهتم بحركة الأجسام دون النظر الى مسبباته. الميكانيكة علم الميكانيك ده علم من علوم الفيزياء الطبيعية which deals with the states of at rest or motion of bodies under action of forces. يببى هو علم بيهتم علم من العلوم الطبيعية بيعالج deals بيعالج ايه؟ بيعالج with the states حالة of rest حالة السكون او الحركة or motion of mean of bodies للأجسام under action of forces تحت تأثير القوى الديناميكس motion of bodies حركة حركة الأجسام الستاتيكس static equilibrium اتزان of bodies اتزان الأجسام no accelerated motion مفيش حركة مفيش تسارع under action of forces تحت تأثير القوى يببادى ده التعريفات تعريف ايه هو علم الميكانيك ايه الميكانيكس ايه هو الديناميكس وايه هو الستاتيكس يببا الديناميكس هو علمي من علوم الطبيعية بيعالج حالات السكون والحركة للأجسام تحت تأثير القوى الديناميكس حركة الأجسام motion of bodies الستاتيكس اتزان الديناميكس اتزان الأجسام مفيش تسارع نو اكسل موشن مفيش حركة تسارعية under action of forces تحت تأثير القوى اتزان الديناميكس اتزان الديناميكس الكارتزيان سيستم كارتزيان كوردين سيستم والبولار كوردينيس سيستم اعنسات القطبية وعنسات الكارتزية طبعا هنا فيه الـ position برمجل برمجل طبعا الـ position هنا كمية متجهة وبالتالي عليها سهم اهي سهم فيه الـ velocity بردو كمية متجهة وفيه الـ acceleration كمية متجهة طبعا velocity برمجل برمجل V اهي acceleration برمجل A اهو Time for Relative Accurance of Events طبعا هنا عبارة عن Accurance هو الدقة النسبية للأحداث وبعدين فيه الـ mass الـ mass resistance to change the velocity هي عبارة عن مقاومة لتغيير السرعة dynamics dynamics قلنا بيد علم الـ dynamics الـ dynamics يهتم بدراسة حركة الأجسام ومسببتها زي القوة والكتلة هذه الكتلة كمية تمام هذه الكميات لها تأثير متبادل influence تأثير متول متبادل بين الأجسام شكرا لكم